أبرمت الحكومة الشادية على اتفاقي التعاون مع المملكة البلجيكية صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي حيث وقع الاتفاقية من الجانب الشادية أمينة الدولة بالخارجية سيدة حوى عثمان جامع ومن الجانب البلجيكي نائب رئيس وزراء وزير خارجية بلجيكا بحضور وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر مسيلي الدونسيين بين البلدين تقرير هارون أب آدم خلال إقامته بالعاصمة إنجمينة فإن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا ديديي ريوديرتس فقد أعقد جلسة عمل بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي وقد تمخض عن هذا الاجتماع إبرام اتفاقي التعاون بين البلاد ومملكة بلجيكا حيث سبقت مراسم التوقيع على الاتفاقية كلمة قدمها وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر حيث قال إن على خلفية المشاورات واللقاءات التي جرت بين ممثلي حكومتي بلجيكا وشات الرامي إلى توحيد الرؤى حول القضايا التي تهم الساعة وتوظيف قدرات المملكة البلجيكية للاستثمار في البلاد وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أن الأخيرة لم تقدم بعد بمشاريع استثمارية إلا أنها كانت حاضرة في مجال التعاون ودعم البلاد عبر الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية وأضاف الوزير باشر أن بلجيكا خطت خطوات حثيثة وإيجابية فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة كما أن هناك جهودا مشتركة لمعالجة الأزمات والقضايا في إفريقيا كالأزمة التي ألمت بليبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي والصومال فضلا عن التحديات الأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب توحيد الرؤى في مسائل مرتبطة بالشرق الأوسط وطمأن الوفد البلجيكي أن تشاد ملتزمة بوعدها لدعم بلجيكا في ترشيحها لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن والسلم الدوليين بالأمم المتحدة في الفترة من العام 2019-2020 من جانبه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة البلجيكية دي دي ريودارت فقد رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة التشادية لرفع مستوى التعاون بين حكومة بلاده وتشاد وأكد التزام المملكة البلجيكية بالحرص على دعم البلاد في شتى المجالات وقد جرت مراسم التوقيع حيث وقعت على الاتفاقية من جانب الحكومة التشادية أمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حوى أثمان جامع ومن جانب المملكة البلجيكية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دي دي ريودارت وبعد توقيع الاتفاقية التعاون بين البلاد ومملكة بلجيكا قام نائب رئيس وزراء وزير الخارجية المملكة البلجيكية بزيارة تفقدية لمدينة بول حضرة إقليم البحيرة وذلك لتفقد أحوال النازحين واللاجئين بسبب أزمة التقوم بها الجماعات الإرهابية وخاصة جامعة بوكو هرام تقرير زميل هارون أبادم إن العمليات التعصفية والدموية التي شنها تنظيم جامعات بوكو هرام الإرهابية قد خلفت أوضاعا مأساوية وتدهورت الأوضاع الاجتماعية وأسفرت بنزوح أكثر من مائة ألف من سكان الجزر الواقع بإقليم البحيرة تاركين قراءهم وجزورهم الاجتماعية الأمر الذي دفع بعض وكالات الأمم المتحدة بتقديم الدعم الإنساني والتقليل من الأعباء المعيشية لهؤلاء النازحين أو المقيمين وأن المملكة البلجيكية قدمت دعما ماليا سخيا للمنظومة الأممية عبر الاتحاد الأوروبي وللاطلاع على أعضاع النازحين واللاجئين من الناجر ونيجيريا جاءت زيارة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة البلجيكية للتعرف عن قرب على النتائج التي ترتبت على أزمة بوكو هرام وقد أدلى بعض النازحين بشهاداتهم عن المآساء التي تعرضوا لها والظروف الصعبة التي واجهوها أثناء الفرار من هجمات تنظيم بوكو هرام كما التقى الوفد البلجيكي رفيع المستوى مع بعض الأفراد الذين انشقوا من صفوف التنظيم وعادوا إلى المخيم الزيارة رحب بها حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي وأبدأ أمله في أن تعزز فرص التعاون بين البلدين لتحقيق مكاسب التنموية لصالح الإقليم نهاية الدرسية ترجمة نانسي قنقر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي البلجيكي ديديي ريوديرت ثمن جهود الحكومة الشادية لاختواء هذه الأزمة كما أشاد بتعاونها مع المنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات لهؤلاء النازحين واللاجئين وأكد التزام حكومة بلاده لتقديم المزيد من الدعم وخاصة في مجال القطاع التربوي وتوفير المرافق الصخية والمياه الصالحة للشرب بالعودة للغاصمات ينجمينا استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي بقصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية استقبل سفير التركي لدى البلاد سعادة سيدار جانزيزة حيث تمحورت المقابلة حول تعزيز سبل التعاون بين البلاد وتركيا تقري زميل محمود حسن سمو توطيد علاقات التعاون الثنائي بين الجاد وتركيا في مختلف المجالات الحيوية كان هو موضوع هذه المقابلة التي استقبل فيها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي السفير التركي لدى البلاد سيدار جانزيز الذي كان برفقته منسق مؤسسة معارف التركية في الجاد سعاد أطلان فبجانب التباحث حول سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لها تاريخ طويل فقد اقتنم السفير التركي الفروسة ليقدمها لرئيس الجمعية الوطنية المنسق الجديد لمؤسسة معارف التركية في جاد مؤكدا بأن هذه المؤسسة تنشط في مجالي التعليم والثقافة وغير ذلك من مجالات تتعلق بهذا الشأن هذا وبعد خروجهما من المقابلة فاضصرها منسق مؤسسة معارف التركية للإذاعة والتلفزيون أكثر عن مدارف المقابلة تحدثنا خاصة حول المدارس التركية الذي قد تأخرت تسليمها إلى الوقف المعارف هذا ما يتساءل رئيس البرلمان وقال يعني ان شاء الله سيكون الامر مبررا فيما قبل يعني من بعد وسيكون الامر ان شاء الله على ما يرام لأن صدقة تركية مهمة جدا بالنسبة إلينا وأيضا سفيرنا سردر جنغيس وقال أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسيعزز أكثر منذ قبل وقع صباح اليوم كل من وزير الانتاج وزراعة ومسل صندوق المتحدة للأغزية والزراعة وقال اتفاقية تعاون لدعم مكافحة الطيور والحشرات الضر بالمحاصيل الزراعية في المناطق الساحلية في شاد حضر مراسم التوقيع الأمين العام للوزارة وبعض المسؤولين تقرير زميل خليل حسن صالح يأتي هذا التوقيع ضمن اتفاقيات التعاون المشترك بين وزارة الانتاج والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للأغزية والزراعة خاصة في مجال زيادة ورفع الانتاج ومحاربة الطيور والحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية وقبيل التوقيع على الاتفاقية قال ممثل صندوق الأمم المتحدة السيد محمود منصور دياء أن الشاد تمر بفترة عصيبة حيث الزراعة فيها محددة من قبل الحشرات والطيور مما يزيد على توقع المجاعة ومن أجل الوقوف مع الحكومة الجادية لمحاربة هذه الآفات الزراعية فقد وقع الصندوق على دعم هذا المشروع بمبلغ 200 مليون و800 ألف من الفرنكات الإفريقية وزير الانتاج والزراعة السيد جامر السيليك أعرب أن شكره للصندوق وقال إن التوقيع على هذه الاتفاقية يساعد الحكومة على تقليل حجم الأضرار التي تصيب الزراعة نعمل جهد كبير بالأمطار بالري بالجهد من قبل المزارعين عشان نصل الانتاج كويس فننتج تمام ممكن الموسم يكون تمام لكن إذا لم أخطم احتياط لمكافحة أعداء البزرة فيكون هناك كل ما يقوم نوي من عمل بيكون ممكن ينصب فيها بعض منصورة فالآن الحكومة بدأت جهد كبير لتواجه هذه المسألة فطبعا بيحتاج لإمكانيات كثيرة منظمات إيفاو دايما معنا وإذا تساعدنا في تجهيز في إيجاد المواد في تجهيز المعدات في تجهيز البشرة الممكن يقوم بهالعمل وقد وقع كل من الوزير وممثل صندوق الأمم المتحدة للأغزية والزراعة على محضر الاتفاقية والذي كان بحضور الطاقم الوداري وبعض من ممثلي الصندوق